تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للطفولة سيد جميل بن محمد علي حميدان أقام جمعية رعاية الطفل والأمومة مهرجانا بمناسبة اليوم العالمي للطفل تحت شعار الأطفال نعمة وعطاء وبهذه المناسبة أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن حماية الطفولة ورعاية النشأ في ظل الأسرة حق يكفله دستور مملكة البحرين مشيرا في هذا السياق لما يحظى به الطفل من حماية ورعاية شاملة من قبل الحكومة الموقرة في ضوء البرامج والسياسات والتشريعات التي تطلقها الحكومة في ضوء التزام البحرين بالعهود والمواثيق والاتفاقات العربية والدولية في هذا الشأن وفي هذا الإطار قال الوزير حميدان إن البحرين تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات البارزة والمميزة في مجال الطفولة وفي مجال عمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فقد أنشأت الوزارة أندية خاصة وشاملة تعمل تحت مسمى أندية الأطفال والناشئة في كل مركز اجتماعي تابع للوزارة في مختلف مناطق البلاد حيث يمارس فيها الأطفال والناشئة أنشطتهم التي تنمي مواهبهم وقدراتهم الصحية والمعرفية من جانبها أكدت رئيسة جمعية رعاية الطفل والأمومة الشيخ هند بن سلمان الخليفة أن مملكة البحرين من أوائل الدول التي اهتمت بمجالات رعاية الطفل تعليميا وصحيا فضلا عن التصديق على اتفاقيات دولية وإصدار قوانين وتشريعات واستراتيجيات وطنية في ذات الشأن لافتة أن ذلك جاء بدعم من الحكومة الموقرة وتعاون الجهات الأهلية حيث أنجزت البحرين العديدة في هذا الصدد ترجمة نانسي قنقر